الحجة الوجودية من المفهوم Conceptual Anthological Argument واحدة من أشهر صور الحجة إن ما كانتش أشهرها على الإطلاق طرحها كل من أنسلم وديكارت الحجة من الممكن صياغتها كالآتي 1- أنا قادر على تصور كائن لا يوجد أي كائن آخر أعظم منه من الممكن تصوره 2- لو الكائن ده ملوش وجود إذن أقدر أتصور كائن كامل العظمة له وجود 3- أنا غير قادر على تصور كائن أعظم وأقدر من الكائن كامل العظمة اللي تصورته أولا 4- إذن لابد أن الكائن كامل العظمة الله له وجود الحجة ببساطة بتطلب مننا تصور الله كائن كامل القدرة والكمال وبتفترض أن غالبنا هيكون قادر على صنع التصور العقلي ده والفكرة الضمنية هنا إن حتى الناس اللي غير مؤمنة بوجود الله مش هيقروا بوجود الله لكنهم قادرين على تخيل وجوده في عقلهم الفرضية التانية بتعتمد على نفس الفكرة من الحجة من التعريف وهي إن شيء له وجود أفضل وأكمل من شيء ملوش وجود إذن تصور كائن كامل العظمة له وجود أفضل من تصور كائن كامل العظمة ملوش وجود ولو أصبحنا قادرين على تصور كائن أكثر عظمة من الكائن الأول اللي تصورناه إذن الكائن ده مش هو الأكثر عظمة وأصبح فيه تناقض يعني لو قلنا برج خليفة في دبي أطول من أطول برج في العالم الجملة دي فيها تناقض منطقي لأن بما إن برج خليفة أطول من أطول برج في العالم إذن برج خليفة أطول برج في العالم ومن هنا بنستنتج إن الكائن كامل العظمة الله له وجود ببساطة لو الكائن كامل العظمة ملوش وجود إذن مش هيكون أعظم كائن ممكن من الممكن تصوره لأن زي ما قلنا قبل كده الوجود جزء من الكمال أحد الردود الأولى على الحجة شككت في صحة المعطى الأول وهو قدرة الفرض على تصور كائن كامل العظمة لو كنت فعلا قادر على تصور كائن العظمة اسأل نفسك يا طرح حجمه ده إيه طيب لونه شكله أو إيه المادة اللي بتكونه أو إيه هو وصفه النقد ده بيعتمد على فكرة سيكولوجية مهمة وهي أن التصور أو الإدراك العقلي البشري مرتبط بتكوين خيالي أو حقيقي عقلي بمعنى تاني قدرتي أنا وانت على تصور شيء ما مرتبطة بآلية عقلية بتشتمل على تكوين صورة ما للشيء اللي بنتصوره والنقد بيدرب المدرسة الدينية بشكل عام في منطقة حساسة جدا وهي أن غالب المؤمنين ما كانش كلهم غير قادرين على إدراك أو تصور الكائن كامل العظمة ده ما يعرفوش مواصفاته شكله أو حتى نوع مدته خليني أقرب لك الفكرة أكتر تخيل أني بقولك أن فيه كائن أسطوري أو خيالي اسمه البطراق يا ترى إيه حيكون أول سؤال لك عن الكائن ده بالظبط شكله إيه البطراق ده وغالباً ردي حيكون ده كائن عملاق له خمس أرجل وأرنين وديل أحمر طويل وبيأكل الأطفال الردع ردي على سؤالك إداك وصف يمكن الآلية العقلية عندك من رسم تصور ما لكائن البطراق الخرافي دلوقتي تخيل بقى أني بقولك أن فيه كائن خيالي أسطوري اسمه الفرطاق ولما حتسألني شكله إيه ردي حيكون كائن في كل مكان كامل القدرة الخير والمعرفة بكل تأكيد أنا أديتك معلومات عن الكائن ده لكن السؤال كان شكله إيه أنت بتسأل عن المواصفات اللي تمكن الآلية العقلية عندك من رسم تصور للكائن أنا أديتك خواص لكنها غير كافية لرسم تصور ما لشكل الكائن ده وبناء على المعلومات دي أنت مشوش وغير قادر على تصور صورة الفرطاق في عقلك النقد التاني حيركز على فكرة أن الوجود أفضل من العدم وشفنا قبل كده النقد اللي وجه للفكرة دي الحجة من التعريف لكن النقد اللي هتراحه دلوقتي مختلف تخيل مثلا أني بقول لك الرقم 9 أفضل من الرقم 2 هل معنى كده أن 9 كتب على النار لهم وجود هيكون أفضل من فكرة الرقم 9 اللي منهاش وجود يبدو أن الرد غالبا هيكون لا الفكرة أن إطروحة الكائنات العقلية أقل كمالا من الكائنات الموجودة في العالم الواقعي فكرة يبدو أن فيها خلل تخيل مثلا فكرة المثلث المثالي مهما حاولت أنك تستخدم أدوات هندسية حديثة مستحيل حتقدر ترسم المثلث المثالي لكنك بكل تأكيد قادر على تصور المثلث المثالي في عقلك في الحقيقة الفكرة دي أحد أهم نظريات أفلاطون بليتو وهي فكرة المسلمات اللي فيها جادل أن في صورة أعلى من الكمال للأشياء موجودة في عقلنا ومنها بتشتق الكائنات صورها المادية الأرضية الأقل كمالا مسلمة الجمال وصورة الوردة الجميلة في الطبيعة مثال على فكرة أفلاطون ارجع لحلقة كهف أفلاطون لو عاوز تعرف أكتر عن نظرية المسلمات على أي حال الفكرة الجوهرية هنا أن مش دايما الكائنات اللي ملهاش وجود أقل كمالا من الكائنات الموجودة لأن يبدو أننا أحيانا قادرين على تصور كائنات ملهاش وجود لكنها أكثر كمالا من الكائنات الموجودة لكن النقد الأخير والأهم للجدلية قائم على فكرة مهمة وهي الالتزام الوجودي ontological commitment الناتج عن الفردية الأولى فكر في جملة أحمد بيعتقد في كائن العنقاء الجملة دي ما بتفترضش أي نوع من الالتزام الوجودي لكائن العنقاء بمعنى أننا من الممكن نعتقد في صحة الجملة بدون الإدعاء أن كائن العنقاء له وجود دلوقتي فكر في جملة أحمد بيفكر في كائن العنقاء الجملة دي بتفرض علينا التزام وجودي من غير الممكن أننا نقول أن الجملة دي صحيحة بدون إدعاء أن في نوع من الوجود لكائن العنقاء الجملة الأولى بتدينا القدرة على الإلغاء gives cancellation لالتزامنا الوجودي بالعنقاء أما الجملة التانية ما بتدينا القدرة على الإلغاء give no cancellation لالتزامنا الوجودي بالعنقاء دلوقتي لو قلنا أن سين من الناس بيعتقد في وجود الله الجملة دي بتدي قدرة على إلغاء الالتزام الوجودي لكن لو استنتجنا بعد كده من الجملة أن الله له وجود ده خطأ منطقي بناء على قواعد منطق النية intentional logic هنناقش قواعد منطق النية في المستقبل في حلقات سلسلة المنطق لكن هحاول أبسط لك الفكرة حاليا مثلا لو قلنا واحد أحمد بيعتقد أن نجم الليل هو كوكب فينس اتنين نجم الصباح هو نفسه نجم الليل ثلاثة إذن أحمد بيعتقد أن نجم الصباح هو كوكب فينس الإشكالية هنا أن الانتقال من حالة الاعتقاد لحالة الكينونة ما بينطبقش عليه نفس قواعد المنطق من الدرجة الأولى لأن الجملة الأولى جملة نية أو اعتقاد أما الجملة الثانية جملة إقرار ده لأن الجمل اللي بتعتمد على منطق النية بتعطي القدرة على إلغاء الالتزام الوجودي أما جمل المنطق من الدرجة الأولى لا تعطي القدرة على إلغاء الالتزام الوجودي فأصبح الانتقال من حالة القدرة على إلغاء الالتزام الوجودي لحالة عدم القدرة على إلغاء الالتزام الوجودي غير متصق منطقيا بمعنى أبسط الجملة الأولى صحيحة لكنها غير ملزمة بوجود اللي بيعتقد فيه أحنا أما الجملة الثانية جملة ملزمة وجوديا بالفكرة اللي بتقدمها لو اعتبرنا أن الفردية الأولى في الحجة ملزمة وجوديا بوجود الله لأنها بتفهم على أن الفرد بيفكر في كائن كامل العظمة إذن بداية الحجة بيفرض من البداية وجود الله قبل ما يثبته لأن الجملة لا تعطي القدرة على إلغاء الالتزام الوجودي لله يعني مثلا لو قلت واحد أحمد بيفكر في كائن حصان مجنح اتنين أحمد غير قادر في التفكير في كائنات غرافية ملهاش وجود تلاتة إذن الحصان المجنح له وجود الإشكالية في المثال ده زي ما انت شايف بالرغم من أن يبدو أن فيه اتصاق منطقي في نظم الجدلية إلا أن ده مش صحيح لأن الجملة الأولى بتقر بوجود الحصان المجنح لأنها لا تعطي القدرة على إلغاء الالتزام الوجودي أحمد بيفكر في الكائن إذن لابد أن الكائن له نوع ما من الوجود وبالتالي الجدلية بتفترض مبدئيا أن الحصان المجنح له وجود في أولى فرضياتها قبل ما تثبت وجوده ودي إشكالية كبيرة ترجمة نانسي قنقر